قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار قالت الولايات المتحدة لمجلس الأمن الدولي إنها أوضحت لإسرائيل وفلسطين ولأطراف أخرى أنها مستعدة لتقديم الدعم إذا سعت طرفان إلى وقف إطلاق النار لوضع حد للعنف المتزايد وذكرت ليندا توماس جرينفيلد سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن تعمل الولايات المتحدة بلا كللين عبر القنوات الدبلوماسية لوضع حد لهذا الصراع لأننا نعتقد أن الفلسطينيين والإسرائيليين على سواء لهم الحق في العيش بأمن وآمان وعقد المجلس الأمن الدولي اليوم أول اجتماع علني بخصوص هذا التصعيد بعد جلستين مغلقتين الأسبوع الماضي وفي تلك الأثناء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين ناتنياهو إن حملة إسرائيل العسكري ضد حمس في قطاع غزة مستمرة بكامل قوتها وانفرضت واشنطن وهي حليف قوي لإسرائيل بموقفها في الأمم المتحدة إذ عارضت إصدار بيان عام من مجلس الأمن الدولي بتأن أعمال العنف الأسوأ منذ سنوات بين إسرائيل وفلسطين مشيرة إلى أنها تتخوف أن يضر ذلك بجهود ديبلوماسية جارية خلف الستار وقال وزير الخارجي الصيني الذي رأس الاجتماع نظر لتولي بلاده رئاسة المجلس في شهر مايو ندعو الولايات المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها واتخاذ موقف عادل وإلى أن تدعمه معها معظم المجتمع الدولي مجلس الأمن في تهديئة الوضع وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريس مجلس الأمن الدولي بأن الأعمال القتالية في إسرائيل وغزة مروعة للغاية ودعا لوقف القتال فورا وقال في افتساح أول اجتماع علني للمجلس الذي يضم 15 عدوان حول الصراع إن الأمم المتحدة تدفع كل الأطراف بقوة نحو وقف إطلاق النار على الفور ودعا الجميع إلى السماح بتقدم جهود الوساطة وإنجاحها